استقبل مطار العريش الدولية 114 طائرة منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي حملت على متنها نحو 2900 طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة قال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد إنه تم إيداع المساعدات في سبع مخازن وذلك في مدينة العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بتنصيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني شكرا